شهد ملف أوكرانيا تطورات مهمة في الأيام الأخيرة أبرزها الحديث عن الحل السياسي ووقف الحرب بالطرق الدبلوماسية خاصة بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة ومثلا من اتصالات دولية في هذا الإطار أخرها المحادثات بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي بلاديمير بوتين فهل تبدأ عجلة الحل السياسي بالدوران؟ الرئيس الأوكراني بلاديمير زيلنسكي أقرب بصعوبة الوضع الميداني شرقي أوكرانيا وبأن روسيا تحرز تقدما وأكد على ضرورة فعل كل شيء لضمان انتهاء هذه الحرب في العام المقبل بطريقة دبلوماسية وأضاف أنه من مصلحة الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الجلوس والتفاوض ولكن ليس الاتفاق على أي شيء وأشار إلى أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد تنصيبه وفي السياق شددت دول مجموعة السبع على مواصلة فرض عقوبات قاسية على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا اعتبرت المجموعة في بيان صدر مع مرور ألف يوم على بدء الحرب أن موسكو هي العقبة الوحيدة أمام سلام عادل في أوكرانيا من موسكو معنا ليلة الكاتب والبحث السياسي محمود الأفندي أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار استمعت أو قرأت في هذا البيان لدول مجموعة السبع موسكو هي العقبة الوحيدة أمام سلام عادل في أوكرانيا هل قادر موسكو على إثبات عكس ذلك أول شيء أسنى أوقاتك مدام شانتان أهلا وسهلا موسكو دائما تثبت عكس ذلك يعني موسكو منذ بداية الصراع أو منذ الإنقلاب الغير الشرعي الأوكراني عام 2014 وهي منفتحة على العلول والمفاوضات على أساس تدمى اتفاقية مينسك ومع ذلك من تباطل في اتفاقية مينسك ولم ينطبقها الطرف الأوكراني طبعا بدعم غربي بالإضافة بعد ذلك اتفاقية اسطنبول بعد شهرين من مرون الحرب الأوكرانية الروسية بعد شهرين كان هناك اتفاقية من لغى هذه الاتفاقية أليس رئيس مزراء بريطاني وقتها بوريس جونسون ذهب إلى موسكو عفا إلى كييف ولغى ويقول يجب أن نحارب وهذا ما اعترف فيه جنب الأوكراني لذلك روسيا دائما مع المفاوضات ومع السلام ولكن الوجود الأوكرانية والأصل وجود الانقلاب اللي حصل غير شعر في عبا طاعش هو بداية لحرب بالوكالة بين الدول الغربية أو الوكالة المتحدة الأمريكية وروسيا خلينا نكون واقعين النزاع ليس أوكراني روسي النزاع أمريكي أو غربي روسي على الأراضي الأوكرانية لذلك روسيا دائما مفتحة لأي حل من الحلول بينما نرى هناك ازدواجية دائما في التعابير ازدواجية في الحلول من الطرف الغربي هل سترد روسكو على هذه الاتهامات أستاذ محمود؟ روسيا تعبت من رد على هذه الاتهامات روسيا الآن الرد هو الرد على أرض الميدان روسيا تتقدم الآن يعني صدقيني سيد الكريم لن كنت تسمعي أي شيء للسلام أو حلول دبلماسية ولا حتى من رئيس ترامب ومن رئيس شولس لو كان هناك تقدم ميداني أو إنجاز عسكري لأوكرانيا مدام أوكرانيا تتراجع عسكريا وخصوصا بفترة الأخيرة وهناك نقص حاد في الامتالة المشارية للجيزة الأوكرانية لا أحد يشكد بذلك أستاذ محمود أنت استمعت إلى كلام الرئيس زلانسكي زلانسكي قالها الوضع ليس بجيد ودعا إلى حل دبلوماسي في العام القادم هو ينظر بشكل إيجابي إلى نهاية هذه الأزمة يمكن هذه المرة يقولها بالكثير من الصراحة كيف ستنظر موسكو من جهتها إلى دعوة زلانسكي الآن يعني هي بعدم الجدية خلينا نكونوا واقعيين لو كان هناك تقدم أوكرانيا لما كان سمعنا من رئيس زلانسكي أي هذا الكلام لو كان تقدم أوكرانيا يعني هذا أمر واضح لذلك يعني نعلم جيدا الرئيس زلانسكي هناك هسترية نوعا ما في قراراته السياسية وخصوصا يمكن تاريخه الفني يعني يمكن أن يتدخل في هذا الأمر لأنه بدأ بخطة السلام يلي هي خطة حرب ونهاها في الفترة الأخيرة بما يسمى خطة النصر اللي أعطاه لويات المتحدي الأمريكي وافتخر بها بعد أن رفضت بالغرب اليوم أسبوع القادم سيقدم خطة جديدة اسمها خطة الصمود يعني هذا شيء بالأصل أنها تستطيع روسيا أن ترد على هذا الهراء السياسي الذي ليس له أي نوع من الأنواع الجدية هو يريد أن تنسحب روسيا من كل الأراضي وأن تدفع الأموال وهذا هو الحل السياسي برئيس زيلنسكي ليس هناك أي خطة في رئيس زيلنسكي لا يستطيع أن يتراجع عن أي هدف أهدافه لأنه هذه ليست حرب الرئيس زيلنسكي هذه حرب الولايات المتحدة الأمريكية هو مجرد دمية دمية تحرك كما تحرك في الولايات المتحدة أستاذ محمود منفد الحديث عن فرصة حقيقية للتفاوض مع قرب استلام دونالد ترامب للرئاسة في الولايات المتحدة وبالتالي كما ذكرت الآن الحل ليس بيدي زيلنسكي أو بوتين الحل بيدي لربما الشخص القادم على رئيس الإدارة الأمريكية والكل يعلم أن الرئيس المنتخب يريد إنهاء هذه الحرب كما قال بأقل من 24 ساعة أي مفتاح لهذا الحل؟ ما الذي يرضي الطرفين؟ يعني بالواضح أن القرار الحرب والسلم بالنسبة لأوكرانيا هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية أنا موافق على هذا الكلام هذا أمر واضح تماما بالنسبة إلى روسيا ولكن نعلم جيدا أن رئيس ترامب والشعارات الانتخابية وخصوصا أنه يريد أن يعيد أمريكا عظيمة مرة أخرى يعني بهذا كلامه أن أمريكا الآن ليست عظيمة وأمريكا تستنزف يعني خلينا نكون واقعيين مدام شانتال أمريكا تستنزف في شكل كبير الآن عسكريا واقتصاديا خصوصا عسكريا بالأسلحة والزخيرة أنا أعلم أنها تمدد الأسلحة تمدد أكراري بالأسلحة تمدد إسرائيل تمدد تايوان وهذا ما يعيق الواياك المتحدة الأمريكية في تاريخها لم يحصل للواياك المتحدة الأمريكية أن قدمت كل هذه المعونات العسكرية لعدة دول هي تستطيع أن تحارب على جفة واحدة أعطيكي مثال مدام شانتال بس كمان روسيا تستنزف في أسد محمود الأفندي اليوم دول مجموعة السبع كمان شددت على مواصلة فرض العقوبات القاسية على روسيا وهذا الأمر أثر بشكل كبير على اقتصاد روسيا طوال الفترة الماضية ماذا لو تم إضافة هذه العقوبات يعني كمان الجانب الروسي يستنزف يعني أنا معك ولكن بس دعيني أكمل فكرة يعني أذكر أخوة المشاهدين حرب تلاتو سبعين لما قامت مع أمريكا سعبت من فيتنام حتى بدأت تمت إسرائيل روسيا تستنزف عسكرية ولكن روسيا تحارب على جفة واحدة فقط هي الجفة الغربية وليس عدة جفات وليس لديها مناطق تموز كمان وياك المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية طبعا تضر بروسيا ولكن استطاعت روسيا أن تتعود لا أقول أن تنتصر أو تتغلب على هذه العقوبات ولكن أصبحت تتعود على هذه العقوبات وأصبحت لديها أدوات كثيرة للتلاعب عليها هذا أمر أصبح واضحا لذلك نرى دائما بحزمة عقوبات حزمة استثنائية لإضافة عدم التلاعب بالعقوبات يعني هذا أمر أصبح واضحا لذلك روسيا تعود على هذه العقوبات صحيح أن تستنزف ولكن المشكلة أن المعركة لروسيا هي ليست معركة نفوذ هي تهتم بأمنها القومي معركة لمدود روسيا وعدم مدودها كيف يمكن لهذه الاتصالات الجديدة اللي كان آخرها الاتصال بين شولس وبوتين كيف يمكن لها لربما أن تغير مجرى هذه الحرب شكرا لك محمود الأفندي الكاتب البحث السياسي من موسكو ترجمة نانسي قنقر